طيب مباراة النهاردة الأهلي مع مدياما بالتأكيد مباراة صعبة جدا ولكن في نفس الوقت النهاردة في غيابات كتيرة وعديدة في صفوف الفريق تنوعت فكرة الغيابات ما بين إصابات أو وجهات نظر فنية إلى مرسي الكورر ولكن أبرز الغيابات بسبب الإصابة أنتوني مودست وعلم علوله محمد الضو كريستو بالإضافة إلى ريدا سليم الغائب منذ أول نوفمبر بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة سانداونز في إياب الدور نصف النهائي في الدوري الأفريقي لكرة القدم النهاردة في عشر لعيبة ما يقرب من عشر لعيبة ده جزء كده من مران الأمس اللي كان في ملعب التيتش في الجزيرة بيبقى أول ربع ساعة من التدريب مسموح بالتصوير طبقا للعمل الإعلامي اللي بيحدده الاتحاد الإفريقي في دور المجموعات وبدأ من دور المجموعات في الدوري الأبطال الإفريقي أنتوني مودستي ممكن تعرض لإصابة في العضلة الضمة علي معلول كان عنده إصابة في العضلة الخلفية وكان بيوصل برنامجه التأهيل في الفترة الأخيرة ولكن الجهاز الفني فضل راحت يعني علي معلول عشان يكون جاهز فيه الفترة اللي جاية ريدا سليم في إصابة بالكسر في الترقوة كريستو يمكن أصيب في التدريبة اللي اتعاملت ما بين عدد من اللاعبين الصعادية مع الفري الأول ودي كانت في تدريب يوم الخميس تعرض لإصابة بجزء في الرباط الداخلي للربة وكمان محمود متولي وعمر السلية لسه راجعين طبعا من فترة غياب طويلة جدا فالجهاز الفني فضل ما يكونوش موجودين فيه المباراة الإفريقية الأسباب الأخرى بقى المتعلقة بمرس الكولر طبقا لإحتياجاته في هذا اللقاء خيرا عبدالفتاح وحمز علاء وكريم ندفد ومحمد زعلو وفي نهاية اختار قيمة الأخبار اللي بخصوص التشكيلة الأساسية يعني اختلفت في ناس تقولك ممكن يبدأ بمحمد هاني وفي ناس تقولك لا الأفضل يبدأ بأقرم توفيق وهنا وجهة النظر بتختلف طبقا للرؤية الفنية لو عايز تكسب وعايز تعمل أداء هجومي ممكن تبدأ بهاني لو الجبهة ديت فيها أداء هجومي قوي لفريم دياما يبقى الأفضل تبدأ بأقرم توفيق الجبهة اليسرى لا بديل عن وجود ده كريم إدبيس لأنه كمان عالم علول مش موجود وخالد عبدالفتاح البديل كان ممكن يلعب فيه وقت معينة بديل لعالم علول برضو مش موجود خط الدفاع من خلال متابعتنا يعني رامي رابعة بجوار محمد عبد المنعم مع بالتأكيد وجود محمد الشناوي في حراسة المرمى لو بنتكلم عن وسط الارتكاز كل الأخبار والمصادر بتتكلم عن أن وسط الارتكاز مش هيخرج عن ألا السلاسي أليو ديانج مروان عطية وإمام عشور في الأمام لا بديل أمامك سوى وجود محمود عبد المنعم كهرباء كهرباء ما كانش موجود في الفترة الأخيرة بسبب يعني الإيقاف اللي كان مطبق عليه في بطولة الدوري خمس مباريات ملعبهمش يمكن متبق مباراة وحيدة في الدوري يجيب عن مباراة سموحة اللي جاي وهيكون جاهز ابتداء من مباراة زد إن شاء الله ولكن في أفريقيا النهاردة قهرباء هيعود للتشكيلة للسياف ظل غياب بنتكلم على أنتوني مودست مش موجود في القايمة صراح محسن ممكن يكون له دور أو لا دي وجهة نظر مرسل كولر الأطراف في ناس بتتكلم اللي ممكن يبدأ ببيرستا وحسين الشحات في بعض الأراب بتشوف إن أحمد عبدالقادر ممكن ياخد جزء من المباراة طاهر ما كانش بيتمرن آخر تدريبتين ثلاثة كان يعني كان عنده إصابة كده طفيفة فاتمرنش يومين ثلاثة متتاليين فبالتالي ممكن ما يكونش في التشكيلة الأسائي يعني في النهاية التشكيلة مش هتخرج عن العناصر اللي أنا اتكلمت فيها ودي الغيابات المؤثرة اللي ممكن تكون موجودة النهاردة في تشكيلة فريق النادي الأهلي موسيقى